يعني لفت لأرتونا وباش إن شعر الله نقصو من حوادث المرور طالوا نحن كان كذلك نقدي ودورنا في توعية السائق الحملة سميتوها وشاح أبيض في كل مركبة ربما نتحدث في البداية كيفاش جيتكم هذه الفكرة وشاح أبيض ومعد نروح لردة الفعل البارحة في خمسة جويلية كيفاش الناس ربما استقبلوا هذه الحملة الوشاح الأبيض لازم كما نقوله احنا ندروا انسامبول لأن خيرنا الأبيض لمثل السلم والوشاح تتبن أمر في سيارتك قد حطنت الوشاح في اللونتان ولا في الريتروفيزا يلفت الإنتباه يلفت الإنتباه وكيكون إن شاء الله إذا قدرنا نعمه هذا الوشاح لجميع السيارات يكون فيها إن شاء الله حملات حسيسية في هذا النطاق حملات حسيسية ربما لها رسالة معبرة تلفت الإنتباه وغير مكلفة في نفس الوقت يعني لها أكثر من جانب يعني ركزتوا عليه طيب بديتوها البارح الحملة من العاصمة نعم الحملة بدأنا البارح وقدرنا ميتينغ في السنزويه الباركينغ تال محمد بوضيف جمعنا الكوميونيوتي تالا وجمعنا ثاني دوتر كوميونيوتي أقول شيئا دروات بلوسيزي تاليزاتور التوانع ليتبعونا وبرك الله فيهم وحضور كان قيم بحضور ثاني وسائل الإعلام وسائل الإعلام بحضور نهار الحمد لله بدأت في العاصمة مثل ما شفنا في التصريح قبل قليل تمتد لسبعة أيام إن شاء الله إن شاء الله لدي مراج انتلاق بديت البارح جمعنا الكوميونيوتي باش يعموا هذة المعلومة ويمدوها لجمعتهم صحابهم لليزي تاليزاتور باش يعلقونا ويشاح أبيض في الونتان ولا في الريتروفيزر باش يكون يلفت النظر طب البارح مثل ما قلتك كيف كان تردد الفعل السواق اللي كانوا تم في خمسة جويلية دائماً كيكون أمر حوادث مرور أو يكون في حالة يكون تكون إستجابة كبيرة صحيح لا الحمد لله يعني كل الجزائرين كي تقولوا بلي كينا حوادث مرور ولازم نوعون الناس والغير يكون حضور يكون إستجابة كبيرة بارك الله فيهم جزاهم الله خير لا الحمد لله صحيح ترمي بس طيب هذه الحملة مثل ما قلت هنا في العاصمة ربما تفكرون في تعميمها بالتنسيق مع جمعيات أخرى في ولاية إن شاء الله إن شاء الله يعني هذا الانطلاقة انطلاقة قدمتوا ميساج البارح قدمنا الميساج إن شاء الله يلتحقوا بنا الجمعيات ويتحقوا بنا السوق ويتحقوا بنا أي واحد مرحبا به في أي وقت بايعوننا وإن شاء الله باش نقصوا من حوادث المرور طيب لو نسألك نقول لك لماذا هذه الحملة ربما عدد حوادث المرور اللي يتزايد كل سنة اللي يخلل الجمعية اليوم تروح إلى القيام كما يكون كما لابالك رأنا في ريادة ريادة من جهة سلبية ريادة في الحوادث المرور ريادة في القتلى اللي رام نقدر نقول لك في التسعة شهر اللي فاتوا الأولى الإحصائيات مدت 2400 قتل 2400 قتل هذا راه أكثر من سمينا أحنا إرهاب طرقات صحيح 2400 قتل ثاني عندنا أكثر من 25 ألف جريح يعني أمور كما هذو ما نجم نقص هذا نقص هذا هو الوقت إن شاء الله نكونوا باش نقصوا من حوادث المرور إن شاء الله حوادث المرور خسائر في الأرواح وخسائر مادية كذلك بالملاير كل عام لو نحكيوا على هذه الحملات التحسيسية في الميدان تشوف أنها ضرورية وفي كل وقت وفي كل ولايات للحد من حوادث المرور لأنه في النهاية المواطن والسائق يحتاج لمن يذكروا بهذه الحوادث وبالمخاطر بالتاحة نعم الحملات هذه ما لازم ندارو دايما دارتها الجمعية أنا فترة فيك مع مصالح الأمن مع مصالح الأمن والحمار المدني يعني جمعنا للكومينوتي ماذا بينا قدوا إن شاء الله ديرها جمعية واحدة أخرى هكذا باش نكونوا دايما نذكروا لسائقتان طيب ربما فيما يخص التقلبات الجوية كذلك مصالح الأمن الحمل المدني وحتى جمعيات نشطة في هذا المجال لتوعية السائقين بمخاطر السياقة أثناء التقلبات الجوية الكثير ربما لا يعطي الأهمية الكافية لهذا الجانب أن السياقة ربما أثناء التقلبات الجوية تكون الأمطار أو حتى الثلوج أو الجليد في بعض المناطق الجبلية أو في الولايات الداخلية يؤثر بشكل كبير على المركبة وعلى طريقة التحكم في المركبة وما يجب أن نقف عند هذه النقطة لأنها كذلك تسبب في حوادث مرور كثيرة كل عام نعم جميعنا كما نقول نحن بيامس كيكون تقلب حوال تقس نكون في تأهب تأهب high level يعني نكون حاضرين 24 ساعة 24 ساعة نكون حاضرين عندما نشتغل نحن نشتغل على فاش فيسبوك على بعض المناطق وعندنا بالطبع لدينا أمام على تأهب ونقدر نبدو الإنформation إنسانتاني ونحن في تأهب إن شاء الله ونحن نشتغل ونحن نشتغل هذا البروض الذي نحن فيها في البروض إيفرنال وين يكون تقلب صحيح ورماركنا في هذا البروض كان بزاف يزاكتدون أوت المرور في هذا البروض كبير لازم نكون حاضرين 24 ساعة 24 ساعة ساعة وشيكون في العلم وندي بنيفولة متطوعين تمية خيرية والحمد لله هنا سيد دوري دونس حتى فيه أنتم كي جمعية فيه قابلية من الناس أن ينشطوا في هذا المجال ويعيو الناس في هذا النشاط الجمعي نعم النشاط الجمعوي لا يمكن أن يكون متطوعين لا يكون الانتربانون سنعيش بهم وما يرهم يمدوا هذا الشفال البطاية تحنا هؤلاء الفوتو هؤلاء الفوتو الذين دروا تحسين نعطوهم في البطاية باش ندوا دي فلاش وهم اللي رمي مدوننا هاد المعلومات باش نتقسم المعلومات باش يكونوا نا نيفيت وماكسيموم لزاكسيدون يعني بهم اللي رمنا الحمد لله في البطاية نارانا أكثر من مليون وثثمائة اوتيليزاتر في السمانة عندنا بلس دي مليون دو يعني الحمد لله خوطنا اللي رمنا برك الله وفهم ربي أفنهم إصال الرسالة من خلال هذا المنبر على النشاط التوعوي اليوم الحمد للتحساسية على فضاءات التواصل الاجتماعي ونتحدث على الفيسبوك أكثر شي لأنه في الجزائر في استعمال كبير للفيسبوك تشوف أنه حتى هذه الحمد للتحساسية يجب أن تكون بشكل مكثف ومخاطبة اليوم المواطنين ومخاطبة السائقين عبر هذه الفضاءات نعم المخاطبة هذه لازم تكون مستمرة نقدر نقول وحنا دلنا اليوم دلنا هذا الميتين وهذا التضوع رح يكون بندن مجموعة ومدى بنا للا سمين بروشان تكون جمعية وعادة وغراء زيادة مدة سمين ومجموعة ستدلم من المشاعل نعم نعم نقدر نقول لك بزيف الجمعيات التي رأي تنشط فهد جميع الولايات بارك الله منهم ربي وفقهم وإن شاء الله كنا لمشمل ويكونوا جميع الجمعيات أفر دون سيسنس إن شاء الله نكون فيها وحتى الجمعيات ربما اللي يشوفوا فينا اللحظات مختلف في الولايات الوطن يعني يقدروا يأخذوا الفكرة باش ميقولك شانا دينا الفكرة على الجمعية عادي ربما يأخذوا الإذن منك يديوا هذه الفكرة لأنه فعلا هي فكرة تلفت الانتباه وغير مكلفة يعني باستطاعة أي جمعية أنه تأخذ الفكرة وتجسدها ميدانيا في المنطقة والجغرافية المتوجدة فيها ماشي مشكل ماشي مشكل أي جمعية حابت تأخذ الوشاح وتحطه في سيارة ماشي مشكل يتفضلوا لأننا نرى ننسيون كيفاش نكونوا نجمعوا إن شاء الله با لا 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 بور أنسوا البيوت ماشي مشكل يتفضلوا يحلقوا لنا الوشاح هذا في سيارات تتاحهم با نلتفت للسائق السلمي اللي هنا خيرنا اللون الأبيض لهذا الغرض باش يكون فيها سلمية في الطرقات الإرهاب هذا والله غير رأوا دبزف خيرا من شبانت وحوادث بالألاف سنويا لو نتحدث على حوادث المرور وأنتم جمعية نشطف هذا المجال التوعوي بمخاطر الحوادث المرور نتحدث ربما عن الأسباب دايما نقسموها القسمين أساسيين يعني فيهمين نقول لك نوعية المركبات اللي مستعملة في الجزائر نوعية طرقاتنا وكذلك العمل البشري نشوف أنه هذه أهم أسباب حوادث أو زيادة حوادث المرور في الجزائر نعم النسبة كبيرة للبشري نعم من البشري عمل البشري لأن أول حاجة نعطيك مثل أول حاجة كيدخل فصل الشتاء كيمزاف لما يراقبوش سيارتها كيدخل فصل الشتاء لازم نراقبو الإطارات لازم نراقبو لازم نراقبو لازم نراقبو لفاز لازم نراقبو كيمزاف لما يراقبوش لهذا الأمور هذا عمل البشري سياقة بسرعة طرقات هذا عمل البشري ما إذا كانت سيارة فيها عطب العمل البشري نقدر نقل لك إلى 90% يقدر يتحكم في المركبات إذا أغفل يكون فيها لهذا ربما هذه الحملة التحسسية يكون عندها وقع ويكون عندها أثر كبير في التقليل إن شاء الله هذا هو الهدف هو الهدف الأول والأساسي إن شاء الله من هذا الحملة ربما رسالة لك للأخير للجمعيات الأول اللي ناشطة في المجال وكذلك لكيف تمشاهدين اليوم يعني وش نقدر نقدر نقول لهم احترام قواني المرور احترام لآخرين احترام قواني المرور شيء أساسي وشيء أهم ليه اليوم الكل ضربه عرض الحائط يعني نتحدث عن العامل البشري لو يعني الكل يلوم الآخر بعدم احترام قانون المرور لكن في النهاية يشترك الجميع في عدم احترامه شكرا أول حاجة هو احترام ونقول الجزائري ما تقلقوش اتنا أسياق شكرا لك ستوفيق زيتوني المكلف بالإعلان بجمعيات شكرا لك لحضورك وعلى الحملة اللي درتوها إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الحملة وفي حملات أخرى